مش فاكر موقع فحصلك مع رجل اسماعيل كنا في الحيار دي في كده انا بقى مفيش مات فيه ده فرد اعتبار قول بقى قوله خلاص لا خلاص بقى ده قول كان ايه اللحظ ما حصلش حاجة دقى هو انا كن باعزك على المشاكدة اللحظة اه لا جماعة نصر اتخاني مع رجل عمس خنيس ما قلش اتخاني مع رجل اتخاني مع رجل اسماعيل مال ايه سنا وعى مقام رجل محترم وحبيبي طبعا ده اخوناك كبير بس هو موقف كان فيه سوق فهم مع التنظيم مع الاخراج يعني انه انا عندي مشهد صغير وعاوز امشي قبل البريك المشهد تلت جمع اربعة جمع امشي قبل البريك واخدت وعدا انا همشي قبل البريك اعمل المشهد ده وهمشي كان عندي ظرفة او عندي حاجة كنت عاوز اراوها حملها فعملوا بريك وانا المشهد ده انا جرابس واجهز ومستني المشهد فبكلم المنفذ وقتها بقول انت مش قلتلي كذا كذا الا انا عامل ايه انا كل واحد عامده ظروف ورحمة ايه كلاني بطريقة مش يعني يعني مضغوط برضه بتاع الواحد برضه براعي انت مؤدد من خمر فروحت دايقت من الطريقة فروحت له طلعت وكانوا عاملين بريك وقعادين فوقه في الكافتيري بتاعت الريفي بياخدوا البريك بياخدوا بياخدوا فأنا داخل بالصدفة بالصدفة بيتناقشوا بيقولنا مش عارف اعمل47e وكل واحد عايز يمشي وكل واحد عامده ظروف كده وعاوز يمشي. قالت الصدرات بيقول له يعني انا مش عارف يعني اعمل ايه طيب انا. اعمل ايه. انا وراء. انا اعمل ايه يعني انا مش عارف. لأ اللي مش مستحمل ما يجيش او ما يشتغلش وبتاع. ويه ليه قد يشتغل. طب مش تكلمت اعرف ميني السبب. فدخلت بقى. مم. واحداك بترد انت عارف طب الظرف اللي عندي ايه ولا ايه. مش مخدت وتكلمت قولي طب ايه الظرف عندي محمد معليش. بس. طبعا ما كانش كده وكان فيه اقوى. انا ساكن بقى. مش قادر اقوله عمل ايه. بس بالقوله في الاخر. انا القناة اللي متعقدة معايا. ايوة. وهي اللي اخترتني. وده يشرفني.